بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الصلاة والسلام عليك يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا مخاب من تمسك بكم وامنا من لجأ يا إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزن وقلب موجع بداية شهر الحزن على أهل البيت نتوجه بقلوبنا في هذه المشاركة في هذا المأتم قف بالطفوف قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزن وقلب موجع يا سعد ساعدني على طول البكاء وأسل دموعك بين تلك الأربعي والبست يا بالحوز والبست يا بالحوزن سودا واكتحل إن كنت مكتحلا بحر الأدمع أيبيت أيبيت جسم بن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي لم أنسلا والله لم أنسه في كربلا مخاطبين من ليس يسمع ما يقول ولا يعي سفها لرأيكم منسبوني تعلموا أن ابن أكرم شافعي ومشفعي قالوا له هو ما هو ما تقول وإنما ناديت يا ابن الطهر من لم يسمعي فغدا لا يكر عليم بحسامه كر الوصي أبي هلام يتروعي حتى أتاح له القضاء سهما قضاء فيه وغلة صدره لم تنقعي لمن سلا والله زينب إذ مشاوت يا وحي الوقور إله مش يا 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 المسرعي أخي ما لك عن بناتك معرضا والكل منك بمنظرين وبما يا 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 وبما اسمعي أنعم جوابا يا حسين ما تروا شمرا شمرا الخناب ساط ألم يا 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 أضلعي يا 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 عز الطهر فاطمة فزينب خرجت للصدر لاطمة ترنو اخاها حسين الشام سصالية عار تجول عليه الخال عادية حكت له الريح صافي ميزرين ورداء ماتا ام لو لك الفرض يحسين ماتا ام وحك شبدك المنا ثلث ماتا ام لك بقلوبنا منصوب ماتا ام لذجرك يا غريب الغاضرية المحيب المحب واجيب مياتم حزين ينصاب لبو اليمة ويخل الدمع لانه عبرة المؤمنين ما ذكر عند مؤمن الا واستعبر المحب واجيب مياتم حزين ينصاب لبو اليمة ويخل الدمع ينصاب لبو اليمة ويخل الدمع ينصاب لبو اليمة ويخل الدمع عالوطي هل الاهلال البي راح بكرب الاحسين من دم بو السجاءات اهمل دمعة العين يلمح بشي يلي اللي يلبي دك برغ احزان انادي بعال الصوت يا المذبوح عطشا يريت قلب من قلب قلبك بالاحزان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيلت عيناه من الحزن فهو كظيم أعظم الله أجورنا وأجوركم في هذا الشهر شهر الحزن شهر البكاء الذي مر على أهل البيت ولا زال يمر على أهل الرسالة ويخيم فيه الحزن على قلوبهم المعزاء في هذا الشهر في هذه العشرة خاصة هو الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه هو صاحب هذا المأتم نتقدم إليه إن شاء الله بكل إخلاص في هذه العشرة خاصة ونشارك في المآتم والعزاء وإن كان الجانب المأساوي في هذه الأيام هو الغالب إلا أن الجانب المأساوي في ثورة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه تأتي الوسيلة لتزريق مفاهيم الإسلام وانصباب هالمفاهيم إلى القلوب من ناحية العاطفة إن ناحية العاطفة والرقة مطلوبة في تلقي العلم معرفة الرسالة معرفة الإسلام واستلهام هالمفاهيم هذه ضرورية أن تكون ممزوج بالرقة لذا عند العلماء والعرفاء وأهل المعرفة لو الإنسان ما يملك الرقة القلبية إن من القلوب ما تخشع لما القرآن الكريم يشبه القلوب بالأحجار بالحجارة أو أشد قسوة يقصد القسوة يعني انعدام القابلية في نفس الإنسان من تلقي العلم تلقي المعرفة ولا مول قسوة المادية قسوة المعنوية تراكم الحجب على قلبه يحتاج في الرقة هنا العلماء أهل المعرفة عندهم وسائل عديدة منها منها البكاء من خشية الله في وسائل كثيرة الصلاة والصيام والمعرفة والتوسل منها البكاء أن الإنسان إذا دمعت عينه تزيد نوع من الرقة والقابلية هذه من الوسائل التي ترقق القلب بمعنى تعطي قابلية على فهم المفاهيم على إدراك العلم والمعرفة على تشرب القلوب للمعاني لأن القلوب تتشرب مثل هذا البساط أحيانا إذا ألقيت عليه ما يتشرب القلوب كذلك على حسب قابليته فإذا كانت قابلية عده والعياذ بالله نوع من المنكر وأشرب في قلوبهم العجل فيكون في ناحية أن القلوب تتشرب البغض يعني ما يسانخها بينما القلوب الطيبة قلوب الرقيقة اللينة هؤلاء إذا إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لذكر الله فهذه على حسب المجانسة اللي في داخله يتلقى شوف السر في البكاء على الحسين سلام الله عليه هو الجانب الجانب الرقة يعني أبرة تعطي قابلية تعطي قابلية واستعداد لتلقي العلم تلقي المعرفة ما أريد أستشهد بقصص من العلماء اللي كانوا يرفقون يرفقون دروسهم بالدمعة على الحسين يعني يبكي ويدرس لا وأكثر من هذا لاحظ مسألة الصلاة نحن قد أقرب ما يكون العبد إلى الله حينما يكون ساجد هاي الحالة السجود اللي في الصلاة عدنا إحنا أفضل ما يسجد عليه هي تربة أبي عبد الله الحسين سلام الله شوف التداخل في لهذه التربة معنوية التربة مع غض النظر عن مستقها وأصلية وغير أصلية هذا بحث آخر لكن نتكلم من حيث العنوان العام تربة الحسين اللي تخرق الحجب السبعة الآن الحجب السبعة الذنوب السبعة المعروفة أولاي بعضهم يقولون في حجب في حجب الحجب المعنوية هناك حجب لأن عملك لما يرفع راح راح يتقابل حجب في في علم الملكوت من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع هناك حجب تمنع صورة العمل من خرق الحجب أن يصل إلى سدرة المنتهى لا تكون كلماتنا طلاسم لكن بعبارة واضحة العمل يؤتي تأثير في كيان الإنسان الصلاة اللي هي أعظم عمل وأفضل عمل وأقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وهو ساجد أن يكون مقتر بذكر الحسين وحتى الصلاة هي هذه إحنا عندنا مسائل فقهية بالنسبة البكاء على الدنيا يبطل الصلاة لكن البكاء على أبي عبد الله الحسين ما يبطل الصلاة بل يزيد الصلاة نوع من النفوذ في داخل الإنسان يعني يعطي تأثير واقعي لهذا الذكر بعض العرفاء عنده في شرح على هذا الحديث نفس المهموم لظلمنا عباده مجرد النفس حينما الإنسان يتلهف يتحسر تأخذ نوع من الحسرة في قلبه لما يذكر أهل البي سلام الله عليه هذا إلى تأثير باطن للإنسان تربية للإنسان يقول نفسه مجرد أن يتنفس وهو هذا عبادة لنا ما نتكلم على مشروعية البكاء والبكاء هي سنة سنة كونية سنة بشرية فقط سنة كونية لأن حالة حالة تمر بها السماء فما بكت عليهم السماء الإمام علي لما يذكر هذه الآية الكريمة يقول تبكي ما بكت عليهم ولكن تبكي على الحسين سلام الله عليه نقرأ نحن في كلمات متواترة أقدر أقول متواترة الآن ملفظا لكن معانيها متواترة مبثوثة في الأدعية ومبثوثة في الأحاديث أن كل شيء بكى على الحسين سلام الله عليه لما نمر في القرآن الكريم في هذه الآية المباركة لاحظ النبي عقوب عليه الصلاة والسلام نبي يعني يعني معصوم يعني فعل فعل رسالي خلينا نقول كل نبي بلا استثناء هذا مو بحثنا لكن كل نبي حتى اللي يذكرونها ترك أولى وغيرها هذا إلى مجالها ما عدنا نبي من الأنبياء فعل فعل شخصي يعني يفعل فعل يعني حاول البعض أن يقول بكى يعقوب كان فعل شخصي إذا فعل شخصي القرآن ما يذكره ما يذكره إلا إذا كان إذا كان فعل شخصي له جانب اقتدائي لأن الكتاب هو هدى للمتقين لابد الآية ما تخرج من إطار الاقتداء والتأسي وإلا ما يذكره القرآن مادم هو فعل شخصي هو فعل رسالي يعني يعني فعله يصب في مصلحة رسالة وتولى عنهم يعني هذا هو عالم ابن ممقتول النبي يوسف هذا واضح لأنه عارف أن هذا النبي سيبعث نبيا هذا يغيب غيبة ثم يظهر له سلطة تكون عزيز مصر هذا شيء ثابت طيب لماذا هذا البكاء إذن حتى بيضت عيناه بيضت على الكلمة الدقيقة في معناها مو عمي ما عمي النبي هذا غلط يقولون النبي يعقوب عمي لأن العمى عيب في النبي نحن عمي قاعدة قاعدة ثابت العيب الخلقي والخلقي مبرع عنه النبي كما يذكرون في علماء الكلام إذن إذن شنو معنى الكلمة بيضت يعني سواد السواد العين بيض صار مثل البياض من كثرة البكاء على ولده وقال يا أسف الأسف التلهف التلهف لما يكون بالقلب ويتلهف يتحسر يعني كل 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 نفس يخرج زفرة من زفرات الحزن كل نفس تتصعد هالزفرات في داخله هذه ما تخرج من إطار الطاعة ما تخرج من إطار التأسي يا أسف على يوسف يعني أحضر يا ولد كادت النفس أن تموت لذا عدنا بعض الأحاديث أن هذا يا أسف يعقوب في التأويل يعقوب يعني أهل البي سلام الله كل واحد في حالته الآن الأئمة في بعضهم يتحسرون لحضور الإمام المهدي سلام الله لعدنا بعض الروايا يوسف هذه الأمة المهدي يوسف هذه الأمة فيه سنة من سنن يوسف كما غاب عن والده الإمام زين العابدين سلام الله عليه يذكر هذه الآية يشبه يشبه نفسه يعقوب هو أعظم فيقال له يا ابن رسول الله أما أنا لحزنك أن ينقضي ما قدم إليه زاد إلا وبكى ولا طعام وشراب إلا مزجه بدموع عينيه فيقال له يخشى عليك الهلاك يا ابن رسول الله خفف عن نفسك فقال هذا النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام غاب عنه ولده ولد واحد من أولاده وإلى أحد عشر وهو عالم بحياته فبكى حتى حدودب ظهره من الحزن وشاب رأسه وبيضة عيناه وأنا رأيت حجة الله الحسين وأهل بيته سبعة عشر من أهل بيته مجزرين كالأضاحي على واهجة الرمضاء هذا البكى وهذا الحزن وهذا التلهف والتحسر مو على شخص يوسف وإنما على الرسالة اللي يحملها يوسف على الرسالة اللي تتعرض للأخطار والألم والهجرة فإذن بكاء يعقوب بكاء رسالي مو بكاء شخصي على الولد فقط كولد لأن الأنبياء يحبون الشخص على حسب ما يمثل ويكرهون كذلك النبي يوسف عليه الصلاة والسلام لما بكى عليه يعقوب بكى عليه لأنه يمثل الرسالة هو هذا المعنى اللي يريد الإمام زين العابدين سلام الله عليه كله أنا رأيت حجة الله الحسين سلام الله عليه من ناحية قرآنية هناك تأكيد على البكاء مو فقط جواز لا تأكيد على البكاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلمر في سيرة النبي ولكم في رسول الله أسوة حسنة هاي الأحاديث احنا عندنا متواترة في بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام أبي عبد الله الحسين كل ذلك يريد أن يربط الأمة بمنهج الحسين لأن نحن نقصد من البكاء بكاء المنهج صحيح القلب يحزن والعين تدمع ونبكي ونشارك في المأتم والعزاء لكن هذا قشر لهذا المنهج الحسيني الإمام أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه لما قتل قتل لأجلها المنهج اجي اجي البكاء اجي الدمعة اترافق المنهج حتى تثبته في قلوب من يواليه أو من يريد أن يعرف الإمام الحسين سلام الله عليه لذا جانب المأساوي جانب عرضي مجانب ذاتي في منهج الحسين وفي ثورة الحسين وإنما الذاتي هي رسالة الحسين هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله الاسترابادي جمال الدين الاسترابادي عنده كلمة لطيفة يقول الإسلام مبدئي محمدي الوجود استمراري حسيني الاستمرار مبدئي في حين يعني يقصد على الإشارة إلى ما يقولون العرفاء والفلاسفة الشي الشي إذا ثبت يحتاج إلى أو استمر يحتاج إلى علتين العلة الأولى إلى أحداثه إلى وجوده وجود الشي وهذا الإسلام ودين الإسلام اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدة ثلاثة وعشرين سنة في حروب غزوات ما يقرب من ثلاثة وثمانين حرب غزوة وهذا الجهاد بسيف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا تأسيس الإسلام إقامة شجرته هاي العلة الأولى يقول العلة الثانية لبقائه أن يبقى هذا المنهج مصان من البدع مصان من التحريف أن يبقى الكتاب وتبقى العبادات مصانة من كل تحريف هذا يجي المنهج الحسيني منهج الإمام أبي عبد الله الحسين يجي حافظ على هذه العبادات يجي حافظ على الرسالة المقدسة فبقاء الرسالة بالمنهج الحسيني اللي تجي الدمعة أو البكاء الجانب المأساوي يجي كعامل مساعد أو فعال لتفاعل هذا المنهج وإلا المنهج ما هو الجانب المأساوي لذا نشوف الأئمة سلام الله عليهم يأكدون على هذا الجانب الإمام زين العابدين اللي يعد هذا خلنا اعتبر على اصطلاحنا سيد الخطبة أول الخطبة أول الراثين في خطبت في مجلس يزيد بن معاوية خطب تلك الخطبة المعروفة متلاحظ هالخطبة هذه خطبة فيها مفاهيم إسلامية فيها فضاء الأهل البيت فيها انتساب هذا الدين لأهل بيت رسول الله ثم يختمها بتعزية الإمام أبي عبد الله الحسين بتعزية برثاء ويحث على الرثاء ولذا احنا عدنا بالفقه الشعر قد يكون الشعر مكروه في بعض الأمكن مثلا في عرفة عدنا مكروه لما يجي للكميت يقول للإمام البقر هاي فيكم الشعر قال إذن هاتي إذن هاتي هذا تأييد على أن سماع الشعر عبادة الشعر في المسجد في المسجد عدنا مكروه تقرأ شعر مكروه إلا إذا كان في أهل البيت أهل البيت سلام الله عليه في شهر رمضان مكروه الشعر لكن إذا كان في أهل البيت هو مستحاب في هذا الإطار رحم الله أباك لقد كان شاعرا يقل بشر فهل تحسن من الشعر شيئا قال نعم قال ادخل المدينة ورسل حسين ولو ببيتين من الشعر وبيعته معروف يغدقون بالأموال الكثيرة جدا يعني لما تلاحظ حقيقة أرقام كبيرة واحد يستغرب ألف دينار من الذهب ألفين دينار من الذهب ثلاثة أربحة عشرة على قصيدة ليش هو لهذا الجانب لأن إثارة النفوس لما بعد البكاء وقبل البكاء ليس لأجل البكاء البكاء يفتح باب القلوب إلى منهج أبي عبد الله الحسين سلام الله إلى تعاليم الحسين سلام الله وتعالي شوف العلماء من علماء لما أقول علماء ليس علماء زماننا علماء المعاصرين للإمام المحسوم يعني يأخذون العلم من المنبع الصافي مباشرة الآن يجي عالمنا يدرس 13-14-20 سنة مقدمات وكذا يلا يفهم النص هذا يأخذ الناس من من الإمام مباشرة والعلماء مباشرين يفتخرون يرثون الحسين جعفر جعفر بن عفان يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه قال سمعت أنك تدث وتقول شعرا وتجين قال نعم يا ابن رسول الله أنا أقول الشعر وأجين قال أرثي الحسين سلام الله عليه فرث الحسين فأمر أهل بيت أم فروة أي بنت غير أم فروة أم فروة مسميها بنت قال اجلسي خلف الستار واسمعي ماذا جرى على جدك الحسين فقال لجعفر بن عفان أرثي فأخذ يرثي يا فرو نوحي على مولاك وألسعدي ببكاك وأخذ يرثي فصرخت بكت ضج أهل البيت ضجوا بالبكاء ظاهر وضع حساس الإمام سلام الله عليه يعني كان في وضع تقيق قد يكون فاجتمع يقول أهل المدينة عند الباب وأخبر الإمام فأرسل واحد أرسل واحد يخبرهم أهل المدينة أنه عندنا صبي وأغمي عليه والنساء يبكين للصبي عندنا صبي أغمي عليه وهذا البكاء على الصبي لحظ كذلك نشوف بعض الأئمة سلام الله عليه مثل الإمام الرضا سلام الله عليه ودعبل الخزاعي شوف هالعظمة هذه لدعبل هذه التزكية هذا المدح هذا السناء هذا القيام من الإمام الرضا لدعبل أهلا أهلا براثل حسين بناصرنا بيده ولسانه ويجلسه مكانه يقول له هذه الأيام أيام حزننا يا دعبل وكان دعبل المخطط من بغداد ذاك اليوم وذاك اليوم يعني في السفر المتعب على ناقة أو على دواب يعني مخطط يوصل أول محرم من بغداد فركب جملة إلى أن وصل وصل أول يوم من شهر المحرم والإمام الرضا سلام الله عليه له نوع من الحرية كان عنده يقيم المأتم كولي عهد يقول فنصب المأتم الإمام الرضا سلام الله عليه وقال أنشدني في الحسين قال ما جئتك إلا أن أنشد لك قصيدة أنا ناظر قصيدة القصيدة التائية المعروفة يعني الإمام قررها ولذا نجد فيه نوع من أنفاس الإمام سلام الله عليه نسمات من روح الإمام على هذه الأبيات بصمات على القصيدة ولذا ألحقها ألحقها بيتين قال أنا لا أرح أعطيك بيتين من الشعر تكون القصيدة كاملة بهما وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشى بالزفرات إلى الحش حتى يبعث الله قائما يفرج عنها الغم والكربات قال لهذا قبر من قال لهذا قبري يكون مختلف لشيعة إلى آخر يقول فأنشد الأبي القصيدة تجاوبن بالأرنان والزفرات مدائح عجم اللفظ عجم اللفظ والنطقات مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي الله مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات يقول أنا أقرأ والإمام يبكي وضجت النساء النساء لأن بعض العلويات بعض السادة كانوا ساكنين مثل عبيد الله بن الحسن وغيره بعض السادة كانوا ساكنين هناك والفاطميات ضرب الإمام الستار وأجلس النساء وقام وهو صاحب المجلس هو صاحب المأتم بأبيه وأميه ودعب ليقول قبور بك فان وأخرى بطيبة صلواتي وأخرى وأرض الجوزجان محلها وأخرى ببخمر لدى الغربات قبور ببطن النهر من أرض كربلا معرسهم فيها بشط فراتي توفع طاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حيني وفاتي وفاتي أفاطم قوم يا ابنة الخير واندبي نجوم السماوية أنا مذكر لكم وإحنا كنا حافظين هاي الأبيات وهي عظيمة عظيمة التأثير في قلوب أهل البيت فاطم لا وخيلة الحساء أجرك الله إذن لطامت الخند فاطم عنده وأجريت دام على العنف الوجنة أفاطم قوم يا ابنة الخير واندبي نجوم السماوات بأرض فلاتي أنا الوالد والقلب لهفان ودور عزبني وان ما جايان أولي على ابني المات عضشا وان لعبة علي الخلم تحضر كل مجلس تحضر الرواية تقول وتنادي شيعة أين دموعكم على ولد الذبيح رواية عن الإمام الصادق يقول ببكائك تسعد أمنا فاطمة وان اليو واسين بدم عد وان اليو عزين بد معت على ابني الذي حز ورقبت ولا على ابني لما حضرت ولا نايحة ناحة ويخت هذا حجام بن الحكم يقول أنا عقدت مجلس والإمام سألني معروفة القصة يقول ما حبيت أخبر الإمام أنا كنت في مأتم أقال يا هشام أنت كنت البارح في مجلس مقام على ذكر جد الحسين قلت نعم يا ابن رسول الله كيف علمت قال ألم تعثر عند الباب بثوب قال نعم قال ذاك ثوبي سيدي لم لم تتصدر المجلس لي قال والله لو يكشف عن بصرك لرأيت جدي رسول الله جدي رسول الله وجدي أمير المؤمنين وأمي فاطمة عند المنبر وهي تنادي وولداي يا واذبي أنا الوالدة أنا الوالدة المذبوح بنها أوطول الدهار ما فالحزن أوائي مصيب ليشيب الطفل منها سبعين جث بدور جنها يا سبعين جث بدور يا يا رجا يا أنا رجا نردنشد الركبان على بالمعركة محدد فانها أيها العين نفيضا واستهلا لا تغيضا وبكياب الطف ميتا ترك الصدر رضيضا لم أمرضه قتيلا لا ولا كان مريضا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم نسألك بالحسين انصر الحسين في دينك وفي اسلامك اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذ المن خذل المسلمين اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاء الحسين احينا حياته وامتنا على ما قتل من اجله اللهم صل على محمد والمحمد واشف كل مريض اسيما من سئل له الدعاء من سألني الدعاء اللهم اقضي حاجته ويسر امره وارزقه وايانا خير الدنيا وخير الاخرة اللهم عجل لمولانا طالب ثأر الحسين الامام الحج واجعلنا من اعوانه وانصاره الاخوة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا الاخوة القائمون في هذا المجلس الشريف تقبل اعمالهم ورحم اللهم امواتهم والى امواتهم وامواتنا جميعا رحم الله من اهدا لهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة